المعارك المتسارعة الأقروض التابعة لمديرية المسراخ وهي الجبهة التي يبذل فيها الجيش الوطني منذ أشهر جهدا مضاعف لقطع خطوط الإمداد حتى نجح اليوم في قطع الطريق الرابط بين الأقروض ودمنة خدير الشريان الرئيسي للميليشيا بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيا أحكم الجيش الوطني سيطرته على عدد من المواقع أهمها أكمة القراض وحصن المخعف وصندات والأقحف والنوبة والذنيب والكور ونفذ الجيش عمليته بغطاء للطيران الذي استهدف جبل ورق حيث تتمركز فيه الميليشيا كما دمره بالكامل وبالنظر لخارطة المعركة في هذه المديرية تبدو أغلب المناطق في قبضة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ولم يتبقى للميليشيا سوى منطقة المطالي التي يجري محاصرتها من قبل الجيش ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر